إذن مشاهدنا لفضل مثلما تابعتم غادرت قبل لحظة من الآن حافلة المنتخب الوطني الملعب الملحق لجابو ماستاديوم بعد إجرائها أول حصة تدريبية لها هنا عشية الأحدة بدوال الكاميرونية حصة دامت أكثر من ساعتين عمل فيها النخب الوطني جمال بالماضي على مواصلة وضع آخر الروتشات على التشكيل الأساسية التي سيواجه بها أثلث المنتخب السيراليونية مهدي طهارت المدافع مهدي طهارت الغائب الوحيد عن هذه الحصة التدريبية هذا وتدرب باقي اللاعبين بطريقة عادية عيسى منذ ربما كان العنصر الوحيد الذي تدرب على انفراض إذن النخب الوطني جمال بالماضي وجه تعليمات كثيرة كما جرت عليه العادة لأشباله هنا على أرضية ميدان الملعب الملحق لجابوم استاديوم علما أن الحصة التدريبية الأخيرة ستجرى غدا على أرضية ميدان الملعب الرئيسية انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف زوالا وقبلها سينشط النخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية للحديث عن المباراة انطلاقا من العاشرة صباحا دائما صبيحة الغد دائما الاثنين كل ذلك تحضيرا لمباراة السيراليون كما أسلفت الذكر كان معكم أردوان عنان من هنا من ملعب جابوم استاديوم تصوير يسين سلحاني لقناة الهدف ترجمة نانسي قنقر